بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات طلاب وطالبات توديه بالمملكة الوردنية الهنشمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بنواصل شرح قطع المستوى الثالث والتي هي تحديدا الوحدة الرابعة نحن شرحنا لقطع الفصل الأول الوحدة الأولى والثانية والثالثة فضلت لنا الوحدة الرابعة فيها ثلاثة قطع من نشرح إن شاء الله الآن بيبدأ في القطعة الأولى اللي هي أول قطعة موجودة في الوحدة الرابعة طيب بعد ما نخلصهم بنحاول إنه نحل أسئلة وزارة من سنوات سابقة على كل قطعة على انفراد في فيديو منفصل طيب القطعة الوحدة الرابعة فيها ثلاثة قطع أساسية وهي بالنسبة للفروع الأكاديمية والفروع المهنية مشتركة هذه الوحدة يعني ممكن الفروع المهنية بيتتابع معي عادي لأنه كمان في حل أسئلة وزارة من سنوات سابقة كمان بحلك امتحانات للفروع المهنية كذلك أسئلة وزارة من سنوات سابقة جاءت على هذه القطعة وعلى باقي القطعة في الوحدة الرابعة عشان الفروع المهنية مغرر عليهم الرابعة والتاسعة والعشرة يبقى الآن ممكن تشاهد معاي إذا كنت مهني أو كنت أكاديمي طيب ماشي بنشوف القطعة الأولى اللي هي The importance of Islamic achievements in history أهمية الإنجازات الإسلامية في التاريخ بتتحدث القطعة عن أربع علماء اللي هو فيه ثلاثة رجال ووحدة امرأة اللهم هم جابر بن حيان وعلي بن نافع وفاطمة الفهري وهو آخر واحد الكندي طيب كل وحدة القطعة بتتحدث عن إنجازاته يعني ماشي بالنسبة لجابر بن حيان هو يعتبر الأب المؤسس للكيمياء يعني ليه هو إنجازين الإنجاز الأول هو أول من بدأ بإنتاج حامض الكبريتيك ماشي اللي هو مويت النار اللي بتستخدم في بطاريات السيارات اللي هو في الكيمياء G2SO4 ماشي هذا حامض الكبريتيك أول من بدأ بإنتاجه هو جابر بن حيان ده إنجازه الأول الإنجاز الثاني بتاعه صنع موازين لها القدرة على موازين يزنو بيها المواد في داخل المختبر له القدرة في إنها تزن الأشياء الأقل بستة ألف مرة من الكيلو جرام يعني صنع هذه الموازين دقيقة جدا في قدرته على الغياس المواد في داخل المختبر يبقى دول إنجازين والإثنين بدأ بإنتاجها أول من بدأ بإنتاج حامض الكبريتيك وأول من صنع الموازين التي لها قدرة على وزن المواد في المختبر بدقة اللي هو المواد اللي بتكون أقل بستة ألف مرة من الكيلو جرام بالنسبة لعلي بن نافع علي بن نافع الشخصية التانية اللي وردت في النص وهو اللي هو الوظيفة بتاعته هو مصغر فنان يعني ماشي اسمه زرياب ماشي أو ميقول عنه العندليب أو الشحرور اللي هو متسمية نتيجة لصوته الجميل يعني ماشي إنجازات اللي عمله وعمله هو أول مدرسة لتعليم الموسيقى والتلحين وكده يعني ماشي وإنجازه التاني هو أول من أدخل آلة العود لأنها هي آلة عربية أدخل إلى أوروبا يعني عمل أول مدرسة للموسيقى في العالم وعام أدخل العود إلى أوروبا فاطمة الفهري هي والمن عملت مركز تعليمي استغلت ميراس أبوها هي من أسرة ثرية استغلت الميراس المصاري اللي ترك لها أبوها بعد ما مات وعملت مركز تعليمي أصبح فيما بعد أعلى جامعة في الرباط اللي هو هي جامعة الرباط تقريبا في المغرب ماشي طيب إما بالنسبة للكندي هو كان متعدد المواهب كان فيلسوف وطبيب وموسيقار وفلكي وكل شيء ماشي ولكن أهم إنجازاته كانت في علم الحساب الارثماتيك وفي الجومتري اللي هو في علم الهندسة مذكورة كده باختصار ماشي حساباته معظمه يعني اللي خلته أكثر شهرة في علم الحساب وفي اللي هو في الهندسة طيب يلا نشوف الكلمات إنجليز إنجليز عربي إندي كلمات الجبرة الجبرة اللي هو هو علم الجبر علم الجبر هو علم الجبر هو نوع من الرياضيات هو نوع من نظام الرياضيات حيث يتم اللي هو استخدام الرموز والأحرف لتمثيل الأرقام علم الجبر هو اللي هو اللي نحن نستخدمه في المعادلات اللي هو 2x3y كده يعني ماشي اللي هو في المعادلات بالذات اللي هو زي ما عندكم في وحدة الاشتقاق يعني ماشي في وحدة الاشتقاق اللي هو الاغتران السابت والاغتران الخطي والاغتران التربيعي والاغتران التكعيبي وكده يعني ماشي وتلقى اللي هو الاغتران المتشاعب اللي بتكون بتلاقي دول كلهم فيهم x و y وأعداد يعني ماشي اللي هو 2x3y زي كده ماشي بغد تكون من متغيرين من متغير واحد اللي هو y و x وكده هذا النوع من الرياضيات اللي بنستخدم فيه الرموز والبنستخدم فيه الأحرف لتمثيل الأعداد أولا رغم هذا ما يقول عنه علم الجبر ماشي طيب علشان تميزه من باقي الفروع الرياضيات التانية عندي arithmetic arithmetic علم الحساب اللي هو the branch of mathematics concerned دي الكلمة هزا يسمى concerned وليس concerned ماشي اللي هو concerned يعني ما بقراها concerned ماشي هزا الكلمة بذات يعني ماشي اللي هو concerned ماشي ابقى arithmetic the branch وفرع من فروع الرياضيات concerned وليس concerned concerned with numerical calculations such as addition subtraction multiplication and division علم الحساب هو فرع من الرياضيات يهتم بالحسابات العادية مثل الجمع addition والطرح subtraction والضرب multiplication and division والقسمة ده اللي هو الرياضيات هل بيدرسوه لتانية واولة ابتدائي واحد زايد واحد اثنين زايد اثنين ما فيه حروف ولا فيه وي حاجة كله قسمة وضرب وجمع لغاية الصفة الرابع بتكون هذه الرياضيات طوال لغاية الصفة الخامس بتكون هذا اللي هو علم الحساب بعدها بيبدو يدخلوا المعادلات والاشياء اللي زي كده ماشي اللي هو المعادلات والاغترانات وكده طيب اللي هو عنده هنا geometry 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 اللي هو علم الهندسة علم الهندسة علم الهندسة هو فرع من الرياضيات يهتم بالخصائص والعلاقات وقياس النقاط بقسر النقاط والخطوط والمنحنيات والسطوح ماشي معروف علم الهندسة هو أصلا بيهتم بشنه بغياس المنحنيات والخطوط والزوايا والرسومات الهندسية ماشي والسطوح الاشياء يعني المربع المستطيل المسلس هذه الاشياء ماشي يبقى هذا علم الهندسة هو العلم فرع من الرياضيات يهتم بشنه بالخصائص والعلاقات وقياس النقاط والخطوط المنحنيات السطوح هذا علم الهندسة فيه فرق بينه بين علم الجبر وعلم الحساب فريق واضح جدا ما في أي تشابه بيناتهم هذا فيه رموز وفيه حروف هذا فيه جامع وطارح وضرب وقسمه بس ما فيه رموز ولا فيه شيء هذا بقص خطوط ومنحينات يعني أشكال ورسومات هندسية طيب عندي inheritance inheritance معناها ميراث الميراث هو money or things that you get from someone after the day ما شيء؟ الميراث هو المال أو الشيء يعني الإنسان ممكن يتورث أموال وممكن يتورث أشيء يعني ممكن يتركوا لك مثلا دار أو كده ممكن يتركوا لك أراضي زراعية وممكن يتركوا لك أي شيء أو ممكن يتركوا لك أموال هو المال أو الأشياء التي تحصل عليها من الأشخاص بعد وفاتهم بعد ما يموتهم طيب اللي هو هذه inheritance ما شيء؟ اللي هو الميراث نشوف اللي هو mathematician mathematician عالم الرياضيات من هو عالم الرياضيات؟ عالم الرياضيات هو person who studies mathematics to a very complex level اللي هو عالم الرياضيات هو الشخص الذي يدرس الرياضيات إلى مستوى معقد جدا ماشي؟ اللي هو بيصل في مرحلة لمرحلة بعيدة جدا جدا في دراسته للرياضيات بنقول عنه هاز عالم رياضيات ماشي؟ يعني ممكن يكون حصل على باكلاريوس وماجستير ودكتورة وبعد دراسته ما فوق الدكتورة فهذا يصبح عالم رياضيات اللي هي mathematician طيب عندي ميوزيكال هارموني ميوزيكال هارموني اللي هو التناقم الموسيقي التناقم الموسيقي لما نستمع للموسيقى هو هو صوت عزب التناقم الموسيقي هو صوت عزب في الموسيقى بينتج متى هذا الصوت من أسمع متى؟ بينتج عن العزف أو قناء مجموعة من شنو؟ من النغمات الموسيقية المختلفة معا ماشي؟ من نغمات موسيقية مختلفة معا يعني الكسرة الموسيقية بتتكون من مجموعة من الآلات الموسيقية ماشي؟ يعني مثلا زي الجتار والأورغان والمندلين والبيسجتار والكمانجا وهو غيرم والطبول والاشياء كلها مع بعض لما تعزف مع بعض في تناقم موسيقي منقول عنه هذا شنو؟ منقول عنه هذا تناقم موسيقي يعني صوت ليه إحساس وليه شعور وليه كده ماشي؟ من خلال الآلات الموسيقية مجتمعة مع بعض نغمات مع بعض في شنو؟ في نغمة في شكل واحد يعني هذا منقول عنه تناقم موسيقي ماشي؟ طيب عندي كلمة فلوسفة فلوسفة اللي هو الفيلسوف من هو الفيلسوف؟ هو someone who studies and write philosophy اللي هو professionally or an undergraduate student of philosophy طيب الفيلسوف هو الشخص الذي يدرس ويكتب الفلسفة ماشي؟ اللي هو هو شخص بيدرس ويكتب الفلسفة ولكن كمان ممكن شنو هو أي شخص يدرس ويكتب الفلسفة بصورة احترافية ماشي؟ احترافية زي افلاطون وزي اارستو زي افلاطون كتب المدينة الفاضلة لأفلاطون والمدينة الكاملة لأفلاطون ماشي وزي شارلس دارون وزي روها دول اللي كتب اللي هو النظرية بتاع تطور الإنسان كنظرية فلسفية وليست واقعية ماشي فيبقى الشخص هو الشخص الذي يدرس ويكتب الفلسفة بصورة احترافية or undergraduate students أو هو الطالب الجامعي في الفلسفة اللي هو الطالب الجامعي اللي بيقرى فلسفة بيدرس فلسفة يستطيع أن يكتب أشياء فلسفية فممكن نطلق عليه وإن هو فلسفة الوفايلسوف ماشي إما شخص ما بدرس ولكنه بيكتب الفلسفة بصورة احترافية وإما طالب في الجامعة بيدرس في تخصص الفلسفة منقول عنه كذلك برضو فلسفة طيب عنده هنا physician physician هو الطبيب الطبيب هو someone qualified to practice medicine especially one who specializes in diagnosis and treatment الطبيب هو الشخص مؤهل لممارسة مهنة الطب يعني وخصوصا الشخص الذي يتخصص في شنوف التشخيص والعلاج يعني الطبيب هو الشخص الذي يشخص المرض ويعالج المرض ماشي علشان في ناسا احنا منطلق مثلا على الصيدل احيانا انه هو طبيب باعتباره دارس فرع من فروع الطب وعامل الموظفة المختبر من اعتبره طبيب بتاع مختبر ولكن الطبيب كلمة طبيب تطلق أصلا كلمة physician هذه تطلق على الشخص اللي هو الطبيب اللي بيكون في العيادة اللي عنده القدرة على شنو عنده القدرة على تشخيص المرض وعلى وصف العلاج بتاع المرض هذا هو الطبيب المقصود اللي هو physician ماشي طيب عندك كلمة polymath polymath واسع للطلاع واسع للطلاع هو someone who has a lot of knowledge about what many different subjects واسع للطلاع ومنقول عنه علامة علامة أو واسع للطلاع ماشي منقول عنه علامة الانسان العلامة هو الانسان اللي عنده القدرة على شنوه ماشي علامة هو الانسان اللي عنده الشخص الذي لديه الكثير من المعرفة حول العديد من الموضوعات المختلفة الشخص اللي يفهم في السياسة وشوية في الثغافة الطبية وبفهم في الجوانب السغافية وبفهم في التراث وبفهم في أشياء كثيرة فهذا منقول عنه شنو أو ملم بعدة مجموعة من العلوم بفهم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الفلك وفي كده هذا منقول عنه إنسان علامة أي مطلع أي عنده كمية كبيرة من المعرفة في رأسه طيب عندي كلمات اللي هو ريفاليوشانايز ريفاليوشانايز اللي هو يغير جزريا يغير الحاجة من أصوله يعني اللي هو الهو يغير جزريا هو أن يغير تماما الطريقة التي يقوم بها الناس لفعل شيء ما أو التفكير في شيء ما لو أنت غيرت تفكير إنسان بصورة كاملة أو غيرت الطريقة بتاعته يعني مثلا الناس هنا مثلا في الوردون تحصد الزيتون مثلا من خلال العص يضرو بها الشجرة ويقع الزيتون على الأرض ويتم جمعه طريقة متعبة لو أنت قمت عملت صنعت مكينة وصارت المكينة هذه مثلا تمسك الشجرة وتهس هذه الشجرة زي ما بيحصل في الصين واليابان وتنزل الزيتون لحالة ثم تجمعه وتزيل عنه اللي هو أوراق الزيتون ثم يبقى إنك انت غيرت الطريقة بتاعت غطف الزيتون بصورة جزرية يعني غيرتها تماما صارت مختلفة تماما على الطريقة البدائية اللي بيستخدموه الناس ماشي يبقى تغيير جزري معناته إنك انت غيرت الطريقة اللي هو بتاعته الناس يفعلوا به شيء إما تغير الطريقة وإما تغير التفكير لو غيرت تفكير إنسان كان مهمل وما بيشتغل وما بيدرسه وما كده وخليته يصير متهد وماشاء الله ومتفوق هيبقى إنك انت غيرته جزريا غيرت تفكيره جزريا ولو غيرت طريقة بيعدوا بها حاجة معينة وجبت طريقة تانية جميلة يبقى إنك انت غيرت هذي الشيء جزريا ماشي يبقى ديك المتري طيب معناها مبدع المبدع اللي هو اللي هو جديد وإبداعي ماشي اللي هو جديد وإبداعي الحاجة الجديدة والحاجة اللي بتكون اللي هي فيها شي من الإبداع منقول عنها بنصفة بإن هذا ground breaking بإن هنا شنو مبدع ماشي طيب عندي كلمة composition التأليف التأليف بتاع الموسيقى اللي هو piece of music that someone has written اللي هو التأليف هو مقطوعة من الموسيقى التي كتبها شخص ما اللي هو أي موسيقى بإكتم شخصي ألفة معينة زي لغاني وزي لناشيد وزي اللي هو التوشيح والحاجة اللي زي كده يبقى هذي منقول عنها شنو منقول عنها منطلق عليها كلمة composition اللي هو تأليف اللي في مقطوعة من الموسيقى أغنية كانت أو نشيط وطني أو مثلا أو مدائح نبوية أو أي حاجة اللي هو لها علاقة بالموسيقى وكتب شخصي بنقول عنها هذي تأليف طيب ماشي ابقى هذي هي الكلمات انجليزي انجليزي كلماتها كثيرة ولكن شنو عادي زي ما شرحناها بنشوف النص بتاعنا يلا النص بنبدأ بشنو بيجابر بنحيان ماشي بنبدأ بيجابر بنحيان والواحد ماشي طيب بنبدأ بجابر بنحيان يلا لاحظ معي هون جابر بنحيان طيب جابر بنحيان بور آآ 722 اللي هو ولده في سنة 722 كمونيرة ودايد 815 اللي هو توفيه في سنة 815 يلا نشوفه عنده انجازين هو طيب يلا لاحظ معي قال العالم العربي العالم العربي ماشي العالم العربي لديه العديد من الكيميائيين المشهورين في تاريخه تاريخه هازي بدعود لشنو بدعود لزارب وورد إلى العالم العربي ماشي العالم العربي عنده كيمية كبيرة من الكيميائيين علماء الكيمية في تاريخه ولكن بات زا بيرسون هو بيرسون هو هو بدعود لشنو بيرسون زا بيرسون الشخص ولكن الشخص الذي الزنون الذي يعرف آآ زا فاوندر أوف كيميستري إس بروبابلي جابر بنحيان ولكن الشخص الذي ماشي يعرف بأنه مؤسس الكيميا مؤسس علم الكيمياء هو على الأرجح اللي هو يعني من المحتمل أو يعني على الأرجح معظم الناس بترجح أنه جابر بنحيان هو من أسس علم الكيمياء ماشي في العلماء العرب جميل طيب هي بدعود لجابر بنحيان هي إز مست و نون هو مشهور أكثر فور زا بيجينين بأنه بدأ دي نمرة واحد الإنجاز بتاعه الأول أول من بدأ بأنه من بدأ beginning of the production of sulfuric asset sulfuric asset حامض الكبريتيك أول من بدأ بإنتاج حامض الكبريتيك اللي هو مويت النار ماشي مويت النار اللي هو ماشي طيب هي أول سو بل وهو أيضا مالو دا الإنجاز التاني دا الإنجاز التاني بتاعه وهو أيضا صنع مجموعة من الموازين مجموعة الموازين اللي بدعود لها هو صنع مجموعة من الموازين كانت فايدة غيرت هذه الموازين غيرت الطريق التي وزن فيها الكيميائيون المواد في المختبر اللي بدعود لشنو بإلازوي اللي هو الطريقة التي بدعود إلازوي غيرت الطريقة يعني الموازين بتاع جابري بن حيان عمل الطفرة في وزن المواد الكيميائية في المختبر لأنها دقيقة نشوف مواصفات كيف كانت ماشي كانت كيف قال موازينه مالا كدو اللي هو موازينه استطاعت وزن مواد اللي هو موازينه استطاعت وزن مواد أقل بكثير من 6 ألف مرة من الكيلو ماشي أقل من الكيلو مرة ماشي يعني مواصفات موازينه وغالبا بيجي عليها سؤال صف الموازين اللي هو صف الموازين بتاع جابر موازين بكتب السطر الأخير هذا ماشي طيب ده كان جابر بن حيان نشوفه الثاني اللي هو هو علي بن نافع علي بن نافع زرياب اسمه زرياب كده ولده في سنة سبعمية تسعة وتمانين ودايت توفيه في سنة تمنمية سبعة وخمسين كمونيرة اسمه علي بن نافع ويلقب بزرياب طيب يلا الله اسمعي قال علي بن نافع علي بن نافع أيضا يعرف بزرياب ماشي أول عن دليب العندليب هنا ما نقول عنه الشحرور الشحرور أول عن دليب هو طائر أسود عنده صوت جميل بيحتفظ به في الغالب في داخل البيوت بأجله بسبب جمال صوته يعني ماشي نوع من نوع الطيور بيسموه العندليب في بعض البلدان وبيسموه في معظم الدول العربية بالذات في بلاد الشام بيسموه طائر الشحرور ماشي اللي هو بلاك بيرد because of his beautiful voice سموه طائر العندليب على طائر العندليب لأنه بسبب صوته الجميل طيب ماشي he was اللي هو هز دي بيدعود لي علشنو علي بن نافع he was gifted هو اللي هو علي بن نافع دي بيدعودي لعلي بن نافع who was gifted people of a famous musician from Baghdad اللي هو كان تلميزا موهوبا لموسيقار مشهور من بغداد اللي هي في العراق ماشي اللي هو كان تلميز لموسيقار مشهور في بغداد and it was his talent وكانت موهبته اللي هو بيدعود لشنو بيدعود للتيلانت للموهبة ماشي وانها كانت موهبته بيدعود لشنو للتيلانت دي للموهبة بتاعته his talent كانت موهبته اللي هو for music كانت موهبته في الموسيقى ذات التي قادته أي علي بن نافع تشنوه تقرطبا in the ninth century قادته إلى قرطبا في القرن التاسع الميلادي he was the guest طيب لما مشى قرطبا قرطبا دي معروفة هناك مشكلة في الاندلس في الاندلس يعني اسبانيا حاليا طيب لما مشى الاندلس وهو من بغداد حيقعد مع مين يعني حينزل مع مين وبيعرف مين يقعد معه اللي هو he was the guest كان ضيفا على شنو هي بيدعود لعالي بن نافع كان ضيفا زأومياد رولا كان ضيفا على الحاكم الأموي في الدملة الأموية لما كانوا حاكمين اسبانيا في الاندلس يناك نزل عنده ضيف عند الحاكم الأموي هو الاستقبل يعني زير هناك اللي هي في قرطبا بيدعود لشنو إلى قرطبا he is the person فهو اللي هو هذا بيدعود لعالي بن نافع فهو الشخص الذي دين من واحد انجازه الأول فهو الشخص الذي هو بيدعود لزا بيرسون فهو الشخص الذي استابلش زا فيرس ميوسيك زا فيرس ميوسيك سكول انسورت ان قرطبا اللي هو هو الشخص الذي انشأ أول مدرسة للموسيقى في العالم في قرطبا اللي هو قرطبا ديوين بتقع في الأندلس ماشي هذه المدرسة اللي انشأها teaching musical harmony and composition والتي كانت تدرس الإقاع الموسيقي والتلحين يعني وظيفة المدرسة بتاعته كانت بالدرس الإقاع الموسيقي والتلحين ماشي he revolutionized فهو أحدث ثورة في النظرية الموسيقية هذا تابع لشنو للمدرسة بتاعته ما بنقول عنها إنجاز يعني فهو شنو أحدث ثورة revolutionized musical theory and is also the person طيب دا الانجاز بتاعه التاني طيب هو أحدث فهو أحدث ثورة في النظرية الموسيقية ما بنقول عنها هذا إنجاز الثاني ماشي عشان هي كلمة بلاغية كده مش كلمة محسوسة يعني بانا مدرسة الناس كلها شايف المدرسة بتاعته الانجاز الثاني أدخل العود إلى أوروبا كل الناس عارف إنه إما كونه أحدث ثورة في النظرية الموسيقية بحكم إنه طور كثير من الحان شاء الله زي كده وعمل هذه المدرسة ودخل العود لأوروبا ونشر الصغافة العربية هناك ماشي اللي هو هو زا بيرسون هو ما لو انترديوست زا عود تقرب هو الشخص الذي أدخل العود آلة العود إلى أوروبا دي اللي انجازينه عمل المدرسة هذه اللي بتدرس التلحين وبتدرس شنو بتدرس اللي قاع الموسيقي وادخل العود إلى أوروبا طيب بنشوف اللي هو بعده فاطمة الفهري فاطمة الفهري ولدت في شنو في الغرن هنا ما محددين أوردت إيرلي يعني شنو مبكرا في الغرن التاسع ماشي ما محددين تاريخ ميلادها بالضبط ولكن محددين تاريخ وفاتها توفيت في سنة 880 اللي هو دايد في 990 اللي هو في سنة 880 اللي هو سنة 880 طيب ماشي يلا لاحظ معي نشوف فاطمة الفهري فاطمة الفهري وز شنو وز دوتر فاطمة الفهري اللي هو أول فهري كانت ابنة رجل أعمال ثري ماشي شي يوس فقد استغلت مالو ميراث والدها ميراث والدها ماشي شي بتعود لفاطمة الفهري هير بتعود لفاطمة الفهري ماشي استغلت ميراث والدها المصاري اللي ترك إياها تعمل به شنو المصاري اللي هو لبناء مركز تعليمي في فاس في مدينة فاس في المغرب ماشي هذا المركز التعليمي اللي هي بنته مالو أصبح فيما بعد يعني اللي هو موروكو's top university أعلى جامعة في المغرب أعلى جامعة في المغرب وفيه اللي هو وفيه حيث العديد من الطلاب من جميع أنحاء العالم مالو جاءوا للدراسة فيه جاء العديد من الطلاب من أنحاء العالم كم تستدي في شنو في هذا المركز ماشي اللي هو يدرس فيه اللي هو learning center ووير كذلك بيدعود لشنو للمركز ماشي اللي هو وعشرين وواحد عشرين هنا الضمائر أنا كاتب إياك كله مع بعض ماشي اللي هو وير ليرنينج سنتر وعندي اللي هو نمرة دي ليرنينج سنتر كله أنا كاتب لك الضمائر الناس اللي عندها الدوسية اللي سنل معها الدوسية تبعي بتلاقيها فيها ماشي طيب بعد ذاك اللي هو قال يبقى هي الإنجاز بتاعه اللي عملته إنجاز واحد فقط اللي هو هي عملت شنو استغلت ميراس والدها علشان ما تبني شنو ده الإنجاز الأول بنات اللي هو المركز بتاعه وهو إنجاز وحيد ماشي ليه هي شخصيا يعني طيب بعد ذاك الحصد شنو مور إيفا عراوة على ذلك يتواصفات ما السيستر مريم اللي هو كانت وخد فاطمة يسمها مريم شقيقته يبقى الإنجاز التاني ده حق مريم وليس حق فاطمة هو اللي هي بدعود لمريم سوبرفايز أشرفت على شنو زي بيلدينغ أوف أندلوس موسك اللي هو أشرفت على بناء مسجد الأندلوس الذي لم يكن بعيدا عن شنو عن المركز التعليمي اللي هو هذا أشرفت عليهم يبقى هذا الإنجاز الإنجاز بتاع بناء مسجد الأندلوس طبعا ما مسجد الأندلوس هذا في المغرب يعني مش في إسبانيا مش في إسبانيا يسم على اسم سايلان وقال جنب المركز المركز في الرباط يبقى هذا في المغرب كذلك يسم على اسم يعني مسمع اسم مسجد الأندلوس كيسم يعني وليس في الأندلوس يعني ماشي يبقى هذا ده الإنجاز الثاني ما حق فاطمة وإنما حق مريم أخوتها ماشي طيب دينا الانجازين اللي نذكروا في النص طيب نشوف اللي هو الكندي الكندي born around ولد حوالي 801 وتوفيه في سنة 873 ماشي الكندي اللي هو قال الكندي was a physician philosopher, mathematician, chemist, musician ماشي and astronomer الكندي كان طبيبا وفيلسوفا وعالم رياضيات وكيميائي وموسيقى وفلكي علامة بحق كان يعني واسع للطراع في كل هذه المجالات قال he made ground breaking اللي هو عمل اكتشافات خلاقة اكتشافات ground breaking discoveries اكتشافات خلاقة اللي هو in many of these fields في العديد من هذه المجالات يعني عمل اكتشافات في الطب وفي الفلسفة وفي علم الرياضيات وفي الكيمياء وفي الموسيقى وفي شنو في علم الفلك ماشي طيب but it is it is probably ولكن ربما يكون his work عمله في شنو في علم الحساب and geometry وفي علم الهندسة that has made him most famous الذي جعل منه اكثر شهرة ماشي هم دول الاثنين اللي جعلوا منه اكثر شهرة هذه كانت قطعته طيب هذه كانت الفغرة الخاصة بالكنديه وهذه الفغرة الخاصة بعلي بن نافع وهذه الفغرة الخاصة بشنو بفاطمة الفهري ثم شنو هذا جابر بن حيان ثم هذا علي بن نافع ثم هذا فاطمة الفهري وهذا اللي هو الكنديه ماشي طيب من قوم نشوف اللي هو هزي طبعا الضماير اللي وردت في النص كاملة عندي مجموعة من التمارين اللي وردت في الكتاب من جوم نشرحها طيب من المفترض أنه أنا شنو أقرأ لك باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللي هو طيب لاحظ معي مش مشكلة عادية طيب مثلا ممكن نقرأها بسرعة باللغة العربية عندي هنا جابر بن حيان قال العالم العربي أنا بقرأ لك باللغة العربية ليش علشان تعرف أنت تترجم لحالك في القطعة في الامتحان بيجبوها من دون ترجمة علشان تعرف كيف أنا لما ترجم لك هنا ما أنا ما بضيفين عندي قعد أربط الكلمات هز بس أوريك الكلمات كيف تربطها ماشي قال العالم العربي لديه العديد من الكيميائين المشهورين في تاريخه ولكن الشخص الذي يعرف بأنه مؤسس الكيمياء هو على الأرجح جابر بن حيان وهو مشهور أكثر بأنه من بدأ بإنتاج حامض الكبريتيك وهو أيضا صنع مجموعة من شنو من الموازين التي غيرت الطريقة التي وزن فيها الكيميائيون المواد في المختبر ماشي طيب قال استطاعت موازينه وزن مواد أقل بكثير من ستة ألف مرة من شنو من الكيلو جرام ده هو علي بن نافع اللي هو زرياب علي علي بن نافع أيضا ويعرف بزرياب أول عن دليب بسبب صوته اليميل ماشي كان تلميزا موهوبا لموسيقار مشهور من بغداد وكانت موهبته في الموسيقى التي قادته إلى غرطبة في القرن التاسع الميلادي كان ضيفا على الحاكم الأموي هناك فهو الشخص الذي أنشأ أول مدرسة للموسيقى في العالم في غرطبة اللي هو في الأندلس ماشي تدرس الملقاق والتي كانت تدرس لقاع الموسيقي والتلحين فهو أحدث ثورة في النظرية الموسيقية وهو أيضا الشخص الذي أدخل العود إلى أوروبا فاطمة الفهري فاطمة الفهري كانت فاطمة الفهري ابنة رجل أعمال ثري فقد استقلت ميراث والدها لبناء مركز تعليمي في فاس في المغرب ماشي هذا المركز التعليمي أصبح أعلى جامعة في المغرب وفي حيث فيه اللي هو العديد من الطلاب حيث جاء العديد من الطلاب يلا لاحظ معي هنا حيث ماشي أعلى جامعة في المغرب ماشي حيث جاء يلا عين فيه دي خليها ماشي حيث جاء ماشي العديد من الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة فيه آخر وحدة دي للدراسة فيه عشان ما يدرسوا فيه علاوة على ذلك كانت أخوة فاطمة اللي هو مريم هي التي أشرفت على بناء مسجد الأندنس الذي لم يكن بعيدا عن من المركز التعليمي طيب نشوف الكندي الكندي كان طبيبا فيلسوفا وعالم رياضيات وكيميائي وموسيقر وفلكي بحق علامة لقد عمل اكتشافات خلاقة في العديد من هذه المجالات ولكن ربما يكون عمله في علم الحساب وعلم الهندسة هو الذي جعل منه الأكثر شهرة يلا لاحظ معي بالانجليزي جابر بن حيان بورن 722 كامون إيرا دايد 815 كامون إيرا The Arab world has many famous chemists in its history But the person who is known as the founder of chemistry is probably جابر بن حيان He is most well known for the beginning of the production of sulfuric acid He also built a set of scales which he changed the way in which he committed his way weighed items in laboratory His scales could weigh items over 6,000 times smaller than a kilogram علي بن نافع زرياب Born 789 كامون إيرا Died 857 كامون إيرا علي بن نافع is also known as زرياب or black beard because of his beautiful voice He was a gifted pupil of a famous musician from Baghdad And it was his talent for music that led him to Cortoba in the 9th century common era He was the guest of the Umayyad ruler there He is the person who established the first music school in the world in Cortoba Al-Andalus teaching musical harmony and composition He revolutionized musical theory and is also the person who introduced the Ud to Europe Fatima al-Fahri born early 9th century died 880 common era Fatima al-Fahri was the daughter of a wealthy businessman She used her father's inheritance to build a learning center in Fez Morocco This learning center became Morocco's top university And it is where many students from all over the world come to study Moreover, it was Fatima's sister Maryam who supervised the building of the Andalus Mosque which was not far from the learning center Al-Kindi Born around 801 common era died 873 common era Al-Kindi was a physician, philosopher, mathematician, chemist, musician, and astronomer He made groundbreaking discoveries in many of these fields But it is probably his work in arithmetic and geometry that has met him most famous He made it in English and Arabic I hope you can be able to see it again So okay, let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Students' Book and Activity Book Let's see 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 المقال هذا مرة ثانية Working Pears Samurai the achievement of the four people اللي هو in the text. بعدك لخص اللي هو الإنجازات بتاعت الأربع علماء طيب هم دولنا ملخصهم إياك هنا ماشي طيب من نسبة لجابر بن حيان جابر بن حيان عنده إنجازين. أول من بدأ بإنتاج حمد الكبريتيك. والثانية اللي هو صنع الموازين جابر بن حيان معروف بأنه مؤسس الكيمياء هو أول من بدأ بإنتاج بإنتاج اللي هو إنتاج حمد الكبريتيك واخترع موازين زاد كدوة والتي تزن أشياء سقيرة جداً ولو عايز تكتبها بين النص تكتبها إنه تزن أشياء أقلها من 6 ألف مرة من الكيلوغرام لو عايز تكتب الكلام هذا عادي ما في مشكلة طيب علي بن نافع اللي هو أستابلش أساز زافري سميسوك سكول أول مدرسة للموسيغة ينزورت في العالم في غرطبة اللي هو في الأندلس أن ترديوز عود أيروب وأدخل العود إلى أوروبة الأثنين عامل المدرسة وأدخل العود لأوروبة فاطمة الفهري بيلت ليرنينغ اللي هو أسست شنو مركز تعليمي موروكو وأصبح جامعة بعد ذلك ما لمشهورة عالمية اللي هو أعلى جامعة طوب ينورسيتي شنو موروكو في المغرب الكندي واس بوليماس كان علامه معظم عماله المشهورة كانت في أرثماتيك في علم الحساب وفي الجيومتري في علم الهندسة ما شئ دول إنجازاته من الأربعة يلا هنا يشوفها اللي هو التمرين البعض وقال لكم بليزة سنتنسيس وزا وورد أكمل الجمل بشنوب الكلمات إنزا بوكسا اللي موجودة في الصندوق وان وورد إزنون تيد واحدة من الكلمات ما حد أحتاج لها وزافير سوان إزدان فور يو واللي هو الأولى الأولى حلت لك عندي فلسفة فيلسوف أرثماتيك علم الحساب بوليماس واسع للطلاع وكميس كيميائي وجيومتري اللي هو علم الهندسة مرثماتيش الرياضي وفيزيشان طبيب يلا اللحظ معي قال والدي يدرس ماثيس يدرس الرياضيات بمدام بيدرس مادة الرياضيات معناه مدرس رياضيات اللي هو علم الرياضيات هذ الكلمة هي المتناسب اللي تحت خضل حل يعني ما أنه بيدرس الرياضيات بقام هو عالم رياضيات هذي رياضي أو علم رياضيات أبو مهتم شخص بالرياضيات يجب أن لا تأخذ يجب أن لا تأخذ الدواء من دون استشارة من دون استشارة الطبيب يجب أن لا تأخذ الدواء من دون استشارة الطبيب نمرة ثلاثة نحن نتعلم عن الأشكال الهندسية Lines والخطوط Angles والزوايا عندما ندروس علم الهندسة علم الهندسة فيه أشكال وفيه أشكال وفيه قطوط وفيه زوايا ماشي يبقى الجيومتري هي أنسب كلمة له وهي صحيحة مستر شاهين السيد شاهين استرو بوليماس اللي هو شنو حقا علامة ليش؟ فهو يعمل في كل أنواع المجالات فهو يعمل في كل أنواع المجالات العلمية scientific and creative والإبداعية مدام بيعمل في كل المجالات يعني عنده فكرة عن كل المجالات العلمية والإبداعية يبقى هو بوليماس علامة أو واسع للطلاع نمرة خمسة رمزي is very good with numbers رمزي جيد جدا في الأرقام ماشي and calculations والحسابات مدام في أرقام وحسابات معناته he always scores وهو دائما يسجل علامات أو درجات هاي عالية scores معناته يسجل علامات أو يسجل درجات يحرز علامات أو يحرز درجات ماشي يحرز علامات عالية إن أرسمتك في علم الحساب لأنه بيعرف الأرقام ولأنه بيعرف الحسابات بقدي علم الحسابات ماشي علم الحساب يعني فلسفة الفيلسوفي someone هو الشخص الذي يفكر and right ويكتب about meaning of life عن معنى الحياة معنى الحياة الفلسفة كلها بتتحدث عن معنى الحياة وشنو عن كده يعني عن مفاهيم فلسفية معنوية وليست محسوسة وقعلك يبقى الفيلسوف هو الشخص الذي يفكر ويكتب عن معنى الحياة طيب التمرين البعده اللي هو في صفحة activity book صفحة 20 قال match the word وإزا كوريكت ديفينشن اللي هو رتب هذه الكلمات طبعاً هنا الكلمة اللي محتاجنا إنه نكتبها تغريباً محتاجنا لها قال واحدة إزا نحن يدي تماشي اللي هو دي تغريباً كلمة الكيميائي دي لأنه قال واحدة ما حتحتاجها هي محتاجنا لها طيب يلا لاحظ معي هنا عايز أرتب دول أرتب دول مع بعض اللي هو قال شنو match the words وأرتب الكلمات وإزا كوريكت ديفينشن مع التعارف بتاعتهم واحد من التعارف ما حتحتاج له طيب يلا لاحظ معي ده الحلول لأنه كاتبة في الوسط دي ده الحل ماشي في الكتاب مكتوب هذا ومكتوب هذا طيب أول حاجة نشوف تالنت الموهبة الموهبة قلنا معها نمبر جي ليش نمبر جي دي هي معناها غدرة خاصة الانسان عنده غدرة خاصة وغدرة مميزة ما يتميزه عن الناس التانين معناها عنده موهبة يبقى معناها غدرة معناها مميزة أو خاصة فاوندر مؤسس يبقى نمرة واحد معها جي نمرة اثنين فاوندر معها سي ليش نمرة سي فاوندر المؤسس المؤسس هو الشخص الذي يبدع شيئ ما جديد مثل منظمة أو مدينة الشخص الذي يؤسس مدينة جديدة أو يؤسس منظمة جديدة يبقى نمبر تو معها سي سكيلس الموازين معها نمبر دي لأنه الموازين هي هي أدوات تميجر لقياس معناها غياس غياس الوزن معناها وزن يبقى هي أدوات لقياس الوزن الأدوات لقياس الوزن هي سكيلس الموازين طيب البوليماسة العلامة معها نمبر ايه ترتيب نمبر ايه العلامة هو خبير خبير في العديد من المواد طيب نشوف اللي هو أرسمتك علم الحساب معها نمبر ايه هو دراسة الأرقام دراسة الأرقام علم الحساب طيب نشوف اللي هو المختبر نمبر ستة معها بيه المختبر هو غرفة غرفة رو تجارب علمية للتجارب العلمية هو غرفة للتجارب العلمية يبقى ده الترتيب بتاعهم ده الحل بتاعك ماشي زي ما نرتبتم اذا في معاني انت باع عارف معانيها اكتبه ماشي طيب عندي هنا اشوف هذا التمرين كذلك قال هل تعتقد انه كان من السهل والأكثر صعوبة في تلك الأيام أيام الكندي وجابر بن حيان وفاطم الفهري ماشي اللي هو في تلك الأيام أن تصل إلى مستويات عالية من الإنجاز هل عندك انت بتعتقد في الزمان يعني كان من السهل ولا من الصعب بالنسبة للناس الزماني أن يصلوا لمستويات عالية من الإنجاز ماشي مغارنة 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 بأيامنا الحاضر في يوم في أيامنا هذه في الوقت الحاضر ماشي مغارنة يعني بيقول لك الكندي كان علامة فيلسوف وكان طبيب وكان مصغر وكان كده زمان كان من السهل ولا من الصعب تصل لمستويات عالية من الإنجاز ومن التعليم ومن الثقافة يعني مغارنة بأيامنا هذه طبعا الإجابة إنه صعب زمان ما كان في إنترنت ولا كانت المعلومات متاحة كان الوصول للمعلومات صعب ماشي إنك أنت بشغل مخك وتبدع في مخك وفي إبداعك بعدك علشان كتقدر تتعلم أكثر من مجال يبقى أنا أكتب لك إجابة مخترحة لو عجبتك تبنى أو لو ما عجبتك تكتب أعتقد أن ذلك كان صعبا للناس للناس في الماضي لتصل لمستويات عالية في الإنترنت كان صعب بالنسبة لهم أنا ما عملتش بس نقلت الكلام الفوق ده اللي هو مغارنة بيوم الحالي لغايتنا أنا ما يجبت حاجة من هندي بس أكدت إنه كان صعب ما كان سهل ماشي؟ زي وازمتش لس أكسس هناك كان هناك زمان في زم الناس الكندي يعني لس وصول قليل جدا للمعلومات ماشي؟ يعني في زمان ما كان بنقدر الوصول كان قليل جدا للمعلومات ما بتقدر تصل للمعلومات لأنه ما في نيت ما في شبكات عالمية ما في شيء لذلك الناس لايك الكندي باعتباره هو مثال مهم جدا في السابق هاتو اللي هو وجب عليه أو كان ينبقي عليه كان عليه حقا أن يعمل ثورة إبداعية أن يعمل ثورة في حياته حقا ويبدع حقا في التفكير بتاعه اللي هو يعمل شنو؟ يعمل ثورة في التفكير بتاعه ويبدع في التفكير بتاعه عشان ما ينجح يعني كان إنك أنت اللي بتولد الأفكار من عندك ما كان عندهم كتب ومراجع وأشياء كده متوفرة بالنسبة ليهم في مجالات المعرفة المختلفة ما كان في اليهم يبقى إنك أنت تبدع من مخك ومن مضيانك وتعمل ثورة في مخك وتعمل إبداع في مخك وفي عقلك علشان تقدر تصل لشنو؟ اللي هو كده علشان كده قولت الشخص زي الكندي كان حقا يجب عليه هاتو يجب عليه أن يحدث ثورة ماشي؟ كان كريايتف انزير سنكين أن يحدث ثورة ماشي؟ ويحدث شنو إبداع في التفكير بتاعه علشان ما شنو عشان ما ينجح طيب يلا نشوف هذا ماشي؟ ده اللي هو هذا اشتقاق ماشي؟ ده اشتقاق يعني تلقاه في درس الاشتقاق في الدوسية بتاع الدرس الاشتقاق ماشي؟ لكن بحلو لك بس علشان مرتبط بالقطع علشان كده طيب الاشتقاق يلا انت بتلاحظ هنا في الاشتقاق زاء زاء وزاء يأتي بعدهم شنو؟ يأتي بعدهم اسم إذا ما كان في بعد الفرق اسم عندي بروديوس ده فعل معناها ينتج اللي هو الحل بتاعه برودكشن هي دي ماشي؟ كتب لك عليه بنا لغواس ناون اللي هو بروديكشن معناها شنو انتاج يعني شنو اسم يعني طيب ماشي؟ يلا هنا عندي مثلا دي تي كاستو بوكس تي كاستو بوكس معناها كتب نصية اسم يعني اسم معناها تصبيق الصفة ماشي؟ عندي كلمة مدسين دي طيب ماشي؟ الصفة بتاعته اللي هي ميديكال ماشي؟ طيب دي ميديكال ده الحل بتاعه طيب عندي هنا كلمة دي زاء ولكن بعد الفراغ يوجد اسم سانشاري غرن وضي ناين معناه هنا اكتب صفة ماشي؟ اكتب صفة وليس اسم علشان ما يجو اسمين متتاليين ماشي؟ طيب ناين اللي هو الصفة بتاعته شنو؟ ناينث دي الصفة بتاعته ماشي؟ طيب هون عندي آن ده موقع من مواقع الاسم الاسم يأتي بعد أقوى آن وزاء له أدوات التعريف بعد الفراغ في اسم ما في اسم يبقى نضع اسم طيب الكلمة هي شنو؟ إنهيرت إنهيرت اللي هو الاسم بتاعه إنهيرتانس اللي هو وين هي دي؟ إنهيرتانس ماشي؟ دا الاسم اللي هو ميراس هنا دي يارث ودي ميراس داك فعل ودي اسم طيب يلا يشوف هنا دي برضو آن اللي هو يأتي بعدها اسم ولكن يوجد اسم هيبقى ما في طريقة يكون في اسمين متكررين هيبقى أورجين معناته هنكتب هنا صفة هنا صفة هتكون شنو؟ أورجينال ماشي؟ أورجينال ماشي؟ أورجينال صفة طيب هنا عندي مهم دي الصفة أكتب بعدها طوالي اسم ماشي؟ اللي هو الاسم بتاعها اختراع ماشي؟ اللي هو اختراع طيب هنا عندي معناها رياضي صفة عشان منتهى بالال دي الصفة معناته يجي بعدها اسم ديسكوري اللي هو ديسكوري ديسكوريس دي بالواي يعني بس أنا عملت لك عشان تكون جمع اللي هو الكل دي صنع عمل شنو؟ العديد من الاكتشافات في الرياضيات المهمة ماشي؟ервي عديد من اكتشافات المهمة في الرياضيات ماشي؟ يبقى هاذ الصفة يأتي بعدها اسم اللي هو هاز الاسم ديسكورر ماشي؟ ديسكوريس ماشي؟ طيب هنا عندي هازي رأيتها اسم معناته القابلية دي الصفة الكلمة كانت شنو؟ انفلونس يؤثر ماشي؟ اللي هو انفلونشل انفلونشل اللوادي شنو دي الصفة بتاعتها ابقى ده كان اشتقاق يعني مش له علاقة بشنو كثيرة بيش بس في المعنى يعني علشان هو فيه فاطمة الفهري علشان هنا فيه فاطمة الفهري ماشي وعلشان فيه هنا مسلا الكندي وعلشان كده بس عشان الاسماء يعني انا جبتوا ياك هنا لكن تلاقيه مشروح في شنو في درس الاشتقاق اللي هو تلاقيه في تماريم تبع الاشتقاق ماشي في دوسية دوسية المستوى الرابع اللي أنا جامع فيها دروس المستوى الرابعة للخمسة والدروس بتاع supposed? دروس ما общем? الدروس المشتركة. طيب يلا لاحظ معي بالنسبة للأسئلة الإضافية على نمط سنة الوزارة. مااشي؟ الأسئلة إضافية على نمط السنة الوزارة. أنا ما بكرى لك. 25 سؤال. دي الإجابات بتاعاتها. لو انت ما عندك الدوسية بتاعتي صور الإجابات. يدي اعمل لها ماشي? سكرينشوت. ماشي ده الإجابات النموضية يعني يقول لها سهلك. ما في هاي حاجة. دي الإجابات. صور الإجابات. ماشي؟ ولو عندك الدوسية بيطريحك موجودين عندك. ماشي؟ طيب. هذه الإجابات صورة عندك. ماشي؟ جميل؟ 100% صور هذه الإجابات. يلا أقرأ لك بسرعة باللغة العربية. ماشي؟ على شأن الزمن. ماشي؟ باللغة العربية. طيب. قال اللي هو شنو؟ أكتب الجملة التي تشير إلى أن العالم العربي كان مليئا بالكيميائيين. اللي هو علماء الكيمياء المشهورين. أول جملة. أول جملة في جابر بن حيان. اللي هو أول جملة في أول سطر. جميل؟ طيب. أكتب. اللي هو هنا عندي. write down the sentence which indicates the name of the founder of chemistry. أكتب الجملة التي تشير إلى اسم مؤسس علم الكيمياء. اللي هو هي في الجملة برضو في جابر بن حيان. ماشي؟ طبعا كل الجمل هنا موجودة تحت ماشي؟ كل الجمل تلقاه هنا. مثلا نمرة واحد. نمرة واحد. اللي هو الجملة اللي بتقول إنه العالم العربي فيه كمية كبيرة من علماء الكيمياء. اللي هو العالم العربي ملون بالكيميائيين في تاريخه. but the person who was known as the founder of chemistry is probably جابر بن حيان. من النقطة للنقطة. ماشي؟ طيب. نمرة اثنين. نمرة اثنين. قالوا اكتب الجملة اللي فيها إنه جابر بن حيان هو مؤسس الكيمياء. ماشي؟ اللي هو الجملة هي. زقرب نفس الجملة. زقرب هاس مني فيه مصد كيميستيس. انه تسهسروا نفس الجملة. اللي هو نفس الجملة اللي غاية ما تصل لجابر بن حيان. ماشي؟ يعني هو نفس السؤال بطريقتين مختلفات. بطريقتين مختلفات. طيب. نمرة ثلاثة. write down the sentence which indicates جابر بن حيان. فهم؟ اكتب الجملة التي تشير إلى شهرة جابر بن حيان. الجملة التي تشير إلى شهرة جابر بن حيان. في النص في فغرة جابر بن حيان. he is most willing. وهو مشهور أكثر. for the beginning. بأنه أول من بدأ production بإنتاج حاميط الكبريتيك. اللي هو سول فريق الست. ماشي؟ هذه هي الجملة. نمرة أربعة. نمرة أربعة اللي هو بتقول what could his scale weight. اللي هو ماذا يمكن أن تزل موازينه. يعني عايز الجملة فيها ستة ألف. ماشي؟ الجملة الفيها ستة ألف. ماشي؟ ستة ألف بأقل أكثر اللي هو هنا. his scales could weight items over 67 times smaller than شنو كيلوغرام. اللي هو موازينه. بتزين شنو؟ بتزين المواد بأقل من شنو؟ قلها من ستة ألف من شنو من الكيلوغرام. اللي هو نمرة خمسة. نمرة خمسة. why is علي بن نافع نوس اس زرياب. اللي هو لماذا يعرف علي بن نافع أو زرياب بالعندريب. ليش بسموه بطايرة الشحرور يعني وبطايرة العندريب. ماشي؟ نتيجة لصوته الجميل. ماشي؟ ستلاقيه هناك اللي هو مكتوبة. طيب. نمرة ستة. what led him with him into Gortoba in the 9th century. اللي هو ما الذي غاده إلى غرطبة في الغرن التاسع الميلادي. الغاده إلى غرطبة هو موهبته ومحبته للموسيقى. اللي هو his talent of music. موهبته في الموسيقى هي اللي غادته إلى غرطبة. طيب. نمرة سبعة. نمرة سبعة. علي بن نافع. establish the first music school in the world in Gortoba. where he taught. اللي هو two things. write them down. اللي هو أسس علي بن نافع. أول مدرسة للموسيقى في العالم في غرطبة. حيث قام بتدريس شيئين. أكتبهما لقاع الموسيقي. درس لقاع الموسيقي والتلحين. تلاقيهم مكتوبين في الإجابات. اللي هو write down the sentence which indicates ذات علي بن نافع. introduce music tour. اللي هو أكتب الجملة التي تشيري لعنا علي بن نافع. أدخل الموسيقى إلى أوروبا. أكتب الجملة بتاعت العود. اللي هو آخر جملة موجودة في فقرة علي بن نافع. اللي فيها العود يعني. write down the sentence which indicates ذات فاطمة الفهري. اللي هو وازرية لريتش. أكتب الجملة التي تشيري لعنا فاطمة الفهري كانت غنية حقا. اللي هو أكتب الجملة الأولى بأنها هي من أسرة من أسرة لرجل عمال ونسري. مش أكتب هذه الجملة. نمر 10. write down the sentence which indicates. أكتب الجملة التي ذات. The learning center became the best university in Morocco. اللي هو أكتب الجملة التي تشيري لعنا المركز التعليمي أصبح أفضل جامعتهم في المغرب. أكتب اللي هو الجملة اللي بتحدث عن هذا اللي هو tops. مرتفية tops أعلى اللي هو university in Morocco. اللي هو أعلى جامعة في شنو في المغرب. كلها موجودة في فغرات فاطمة الفهري. Who supervised the building of the andalus mosque. اللي هو من الذي يشرف على بناء ماسيد الاندالوس هي مريم. وخد فاطمة الفهري. نمر 12. الكندي was through polymath with many skills. write down two of these skills. لكان الكندي متعدد المواهب حقا ويتمتع بالعديد من المهارات. أكتب اثنين من هاردة المهارات. اللي هو أكتب عنه فالسوف ولا طبيب ولا مصغر ولا فلكي ولا كده. أي اثنين بيزبطوا. الكندي was most famous for working in two fields. write them down. اشتهر الكندي بالعمل في مجالين اكتبهم. اكتب المجالين بتاع علم الحساب وعلم الهندسة بس دولة الاثنين. ماشي دلال الشهروه يعني. زي أغوير من ايتيف منتز هزاد جابر بن حيان. made write down two of them. اللي هو كان هناك العديد من الانجازات التي حققها جابر بن حيان. اكتب اثنين منهم. أول من بدأ بإنتاج حمط الكبريتيك. وأول من شنو. وصنع الموازين. صنع الكندي شهرتهم من خلال العمل في مجالين رئيسيين. اكتبهم. اللي هو علم الرياضيات. اللي هو الحساب. اللي هو علم الحساب وعلم الهندسة. نمر الستاشر. اللي هو write down the sentence which indicates that learning center is very successful. اكتب الجملة التي تشير إلى أن مركز فاطمة التعليمي ناجح جدا. لا اكتب الجملة اللي أنه أصبح أعلى جامعة في المغرب. طيب. نمر 17. فاطمة built learning center in FAS. How did she manage to do that. بنت فاطمة مركزا تعليميا في FAS. كيف تمكنت من فعل ذلك اللي هو اكتب بها. إنه استغلت ميراس والدها في بناء المركز التعليمي الموجودة في الفغرة بتاعتها. ماشي. نمر 18. What does the underlying world mathematician in the last paragraph mean. ماذا تعني الكلمة علم الرياضيات التي تحتها خطف الفغرة الأخيرة. كل الكلمات انجليز انجليزي أنا شرحتها فوق. ماشي. اللي هو كلمة ماسيمتيشان. طيب. نمر 19. Find the word is a text. أو جد كلمة في النص. Which means التي تعني someone who has a lot of knowledge about many different subjects. اللي هو جد كلمة في النص التي تعني شخص لديه الكثير من المعرفة حول العديد من الموضوعات المختلفة. اللي هي كلمة polymath علامة. نمر 20. What does the underlying world pronounce refer to. إلى ماذا تشير الكلمات التي تحتها خطر. اللي هي الضمائر. الضمائر كلها عندها جدول بتاع ضمائر. أنا صنفتها ياك فيه ماشي. طيب. نمر 21. Based on the text. اللي هو write down to achievements of جابر بن حيان. معتمدا على النص اكتب انجازين لجابر بن حيان. سؤال يتكرر بصيغة مختلفة. اللي هو هو أول ما تنتج حمد الكبرتيك. وهو صنع الموازين الدقيقة. طيب. نمر 22. What was special about the skills that جابر بن حيان build. ما الذي يميز الموازين التي صنعها جابر بن حيان. كانت لها القدرة في إنها تزن الأشياء في المختبر. بأقل من شنو من ستة ألف مرة من الكيلوغرام. يعني دقيقة جدا. نمر 23. How did فاطم الفهري use here father sin here times. اللي هو كيف استفادت فاطمة الفهري من مراسة وليدها. بنت المركز التعليمي من هذا المراس. ما شيء. اللي هو write down the sentence that refers to importance of learning. Centering FAS. اكتب الجملة التي تشير إلى أهمية مركز التعليم في فاس. في مدينة فاس. اللي هو اكتب الجملة بتاعتين أن هذا أصبح فيما بعد. هذا المركز أعلى جامعة في المغرب. طيب. نمر 25. الكندي was specialized for many things. Write them down. التخصص الكندي في أشياء كثيرة أكتبهم. أكتب كلهم. اللي هو كلهم. اللي هو كان طبيب وفلكي وعالم. كده ماشي. اللي هو هنا الإجابة الأخيرة دي كلها. أكتبهم كلهم. الكندي was physician. كان طبيباً. فيلسوفاً. mentioning three fields that Muslim scientists influenced greatly and same. يذكر الكاتب أن العلماء المسلمين حققوا العديد من الإنجازات العظيمة من خلال السطر الأول اللي قال فيه أن العالم العربي مليء بالكيميائيين المشهورين. ماشي. أشرح هذه العبارة مع ذكر ثلاثة مجالات ماشي أثر فيه فيها علماء المسلمين بشكل كبير. يلا لاحظ معي. ضروري أكتب هذا عن هذا الشيء. يختار لك ثلاثة علماء من علماء المسلمين. يعني فيه ابن رشد وفيه ابن الهيسم وفيه ابن خلدون وفيه ابن زيدون وفيه ابن سينة وفيه ثلاثة بس يختار لك ثلاثة. كل واحد فيهم اكتب له إنجازين أو ثلاثة إنجازات صغر. ماشي. لكل واحد فيهم. ليش. لو جسوال زي critical thinking هذا إنه أكتب عن شخصية إسلامية مثلا عالم إسلامي وإنجازاته. أنت في الامتحام مش هتقدر تفكر. ما هتقدر تجيب إنجازات. يكون عندك خلفية من الآن. خلفية من الآن في أنك أنت مجهز لك ثلاثة أو أربع علماء من المسلمين. وعرف له إنجازين أو ثلاثة غير المكتوبين هدول. غير اللي هو غير فاطم الفهري وغير الكندي وغير جابر بن الحيان وغير زرياب. ماشي غير أربعة دول. غير الأربعة دول اللي هو فكر في ثلاثة أكتب عنه إنجاز إنجازين. إن شاء الله استعيم بجوجل. استعيم بأي حاجة عادي. استعيم بجوجل. استعيم بوكبيديا. يحصل فيها على المعلومات. ماشي هذه كانت اللي هو القطعة بطاعت شنو؟ بطاعة أهمية الإنجازات الإسلامية. ماشي بتمارينة. تمارينة الكتابين. ماشي وحل أسئلة 25 سؤالة عن نماط أسئلة الوزارة. ماشي إن شاء الله في الفيديو الغديم منشتغل اللي هو مدينة مصدر. كخطوة الإيجابية وبعدك نشتغل الأب المؤسس لشنو للزراعة. جميل؟ طيب إن شاء الله إذا استفدت وحسيت أنك أنت تمام التمام. سواء كنت في أكاديمية أو في أفروع مهنية. يمكنك الضغط على لايك. ماشي بالفيديو. والاشتراك في الغناء إذا كنت مش مشترك. ويمكنك أنك أنت مشاركة الغناء مع ناس آخرين. اللي هو زملائك أو زميلاتك. إذا كانوا بتحس بأنهم مثلا معك في توجيهه. رسل لهم الرابط بتاع الغناء أو أرسل لهم إنت رابط الغناء. عشان شنو ممكن هما يستفيدوا معك. زي بعض عادي. وكمان هذا في نفس الوقت هو يكون ينشط بالنسبة لي الغناء. ويكون في تفاعل في الغناء بصورة كويسة. وممكن تصل بعدك لما تكون في تفاعل فيها. بتقدر تصل الغناء لمعظم الطلاب اللي يحتاجوها. من الناس اللي ما بيقدروا يبشوا مراكز. ولا بيقدروا يجيبوا بطاقات. ولا بيقدروا يجيبوا مدرسين خصوصيين. فإنك إن توصل إياهم كل سبب في توصيلهم. حتى أخذ نفس الأجل اللي أنا ممكن أخذوا عن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. ماشي؟ إلا نلتقيكم في الفيديو القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.